بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثالث عشر بعد المئة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الرد على من طعن في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الملاحدة الذين لا يؤمنون بالأنبياء قال وأما إن كان المخاطب لا يقر بنبوة نبي من الأنبياء لا موسى ولا عيسى ولا غيرهما فلمخاطبته طرق منها أن نسلك في الكلام منها أن نسلك في الكلام بين أهل الملل وغيرهم من المشركين والصابئين والمتفلسفة والبراهمة وغيرهم نظير الكلام بين المسلمين وأهل الكتاب من المعلوم لكل عاقل نوع يحصل بالعقل كعلم الحساب والطب والصناعة من الحياكة والخياطة والتجارة ونحو ذلك فهذه الأمور عند أهل الملل كما هي عند غيرهم بل هم فيها أكمل فإن علوم المتفلسفة من علوم المنطق والطبيعة والهيئة وغير ذلك من متفلسفة الهند واليونان وعلوم فارس والروم لما صارت إلى المسلمين هذبوها ونقحوها لكمال عقولهم وحسن ألسنتهم وكان كلامهم فيها أتم وأجمع وابيا وهذا يعرفه كل عاقل وفاضل وأما ما لا يعلم بمجرد العقل كالعلوم الإلهية وعلوم الديانات فهذه مختصة بأهل الملل وهذه منها ما يمكن أن يقام عليه أدلة عقلية فالآيات الكتابية مستنبطة من الرسالة فالرسل هدوا الخلق وأرشدوهم إلى دلالة العقول عليها فهي عقلية شرعية فليس لمخالف الرسول أن يقول هذه لم تعلم إلا بخبرهم فإثبات خبرهم بها دور بل يقال بدلالتهم وإرشادهم وتبيينهم للعقول صارت معلومة بالعقل والأمثال المضروبة والأقيسة العقلية وبهذه العلوم يعلم صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبطلان قول من خالفه النوع الثاني ما لا يعلم إلا بخبر الرسل وهذا يعلم بوجوه منها اتفاق الرسل على الإخبار به من غير تواطئ ولا اتفاق بينهم فإن المخبر إما أن يكون صادقا خبره مطابق لمخبره وإما أن لا يكون فإذا لم يكن خبره طابقا لمخبره فإما أن يكون متعمدا للكذب وإما أن يكون مخطئا فإذا قدر عدم الخطأ والتعمد كان خبره صادقا لا محالة ومعلوم أنه إذا أخبر واحد عن علوم طويلة فيها تفاصيل كثيرة وأخبر غيره بها قبل ذلك مع الجزم بأنهما لم يتواطأ ولا يمكن أن يقال إنه يمكن الكذب في مثل ذلك أفاد خبرهما العلم وإن لم يعلم حالهما فمعلوم أن موسى أخبر بما أخبر به قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث المسيح ومعلوم أيضا لكل من كان عالما بحال محمد صلى الله عليه وسلم أنه نشأ بين قوم أميين لا يقرؤون كتابا ولا يعلمون علوم الأنبياء وأنه لم يكن عندهم من يعلم في التوراة والإنجيل ونبوة الأنبياء قد أخبر صلى الله عليه وسلم من توحيد الله وصفاته وأسمائه وملائكته وعرشه وكرسيه وأنبيائه ورسله وأخبارهم وأخبار مكذبيهم بنظير ما يوجد في كتب الأنبياء من التوراة وغيرها فمن تدبر التوراة والقرآن علم أنهما جميعا يخرجان من مشكات واحدة كما ذكر ذلك النجاشي وكما قال ورقة بن نوفل هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى ولهذا قرن الله تعالى بين التوراة والقرآن في مثل هذا في قوله لو لا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل إلى قوله إن كنتم صادقين وقالت الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه الآية وقال أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة وقال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه فهذه الطريقة كل من علم ما جاء به موسى والنبيون قبله وبعده وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم علم علما يقينا أنهم كلهم مخبرون عن الله صادقون في الإخبار وأنه يمتنع والعياذ بالله خلاف الصدق وأنه يمتنع والعياذ بالله خلاف الصدق من خطأ وكذب ومن الطرق الواضحة القاطعة المعلومة إلى قيام الساعة بالتواتر أحوال أتباع الأنبياء وأحوال من كذبهم وكفر بهم حال نوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه حال إبراهيم وقومه وحال موسى وفرعون وحال محمد صلى الله عليه وسلم وقومه وهذه الطريق قد بيّنها الله في غير موضع من كتابه كقوله كذبت قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم إلى قوله فكيف كان عقابي وقال وإن يكذبوك فقد كذبت وقال وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدينة وكذب موسى إلى قوله فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة إلى قوله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها وقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وقال إن في ذلك لآيات للمتوسمين فبين أنه تارك آثار المعذبين للمشاهدة ويستدل بذلك على عقوبة الله لهم قال تعالى وكم أهلكنا من القرون الآيتين فذكر طريقتين يعلموا بهما ذلك إحداهما ما يعاين ويعلم بالقلوب والثاني ما يسمع فإنه قد تواتر عند كل أحد حال الأنبياء ومصدقهم ومكذبهم وعاينوا من آثارهم ما دل على أنه سبحانه عاقب مكذبيهم وانتقم منهم وأنهم كانوا على الحق الذي يحبه ويرضاه وأن من كذبهم كان على الباطل الذي يغضب الله الذي يغضب الله على أهله وأن طاعة الرسل طاعة لله معصيتهم معصية لله ومن الطرق أيضا ما يعلم من معجزاتهم الباهرة وآياتهم القاهرة وأنه يمتني أن تكون المعجزة على يد مدعي النبوة وهو كذاب من غير تناقض ولا تعارض ومن الطرق أن الرسل جاءوا من العلوم النافعة والأعمال الصالحة بما هو معلوم عند كل عاقل لبيب ولا ينكره إلا جاهل غاو إذا تبين صدقهم وجب التصديق في كل ما أخبروا به ووجب الحكم بالكفر على من آمن ببعض وكفر ببعض والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته